لدى استقبال سموه رئيس وعضاء مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية حتى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر جمعية الأطباء البحرينية على ضرورة دعم جهود الحكومة في توفير الكوادر الطبية المتخصصة في المجالات الطبية النادرة والدقيقة وفي تشجيع طبائنا على التواصل مع المراكز الطبية العالمية وإقامة المشاريع المشترحة ودع سموه الجمعية إلى المساهمة في خدمة المجتمع عبر زيادة الوعي والتثقيف الطبي والصحي مؤكدا سموه دعمه للاستشارات الطبية البينية بين المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لافتا سموه إلى ضرورة مراعاة الجوانب النفسية للمرضى لأهمية العامل النفسي في التأثير على جوانب الجسدية والعلاج وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضبية صباح اليوم رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور محمد عبدالله رفيع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تشكيلته الجديدة حيث هنأهم سموه بنيل ثقة الأطباء والكوادر الطبية لقيادة الجمعية والنهض بدورها ومسؤولياتها في توفير البيئة السليمة لمزاولة هذه المهنة الإنسانية النبيلة وخلال اللقاء أكد سموه أن القطاع الصحي في مملكة البحرين وصل إلى مستوى متقدم من الجودة والتميز في الأداء بفضل الاهتمام المتواصل بدعم الكفاءات الطبية والارتقاء بالمرافق الصحية وتحديثها لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم وشدد سموه على أنه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فأن القطاع الصحي بالمملكة يحظى بكل الدعم ويشهد مزيدا من التوسع والتطوير لرفع مستوى مهنة الطب والحفاظ على المستوى المتقدم الذي حققته البحرين في مجال الرعاية الصحية والطبية وفق أحدث الأنظمة العالمية مشيدا سموه بما تبدله الكوادر الطبية في المملكة من جهود للنهوض بالرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب وقال سموه إن الحكومة تحرص على الاتقاء بالجمعيات المهنية كتعبير عن نهجها في التواصل مع مختلف القطاعات بهدف التعرف على احتياجاتها والاستماع عن قرب لكافة الاقتراحات التي تكفل لها العمل بأعلى مستويات الكفاءة من جانبه توجه الدكتور محمد رفيع رئيس جمعية الأطباء البحرينية بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أحاط به سموه جمعية الأطباء من رعاية واهتمام معربا عن تشرفه وأعضاء الجمعية بلقاء سموه والاستماع إلى توجيهات سموه لدفع جهود الجمعية في مجال الارتقاء بمهنة الطب وتشجيع الأطباء على التزود من العلم والمعرفة والاحتكاك بالخبرات العالمية وأحدث الأساليب العلاجية وأكد رفيع أن القطاع الصحي في مملكة البحرين حقق تقدما ملحوظا بشهادة التقارير الدولية بفضل السياسات الحكومية التي تنتهجها الحكومة برئاسة سموه الموقر لتقديم أفضل الخدمات الصحية مشيدا بالتوجيهات السديدة لسموه في استقدام أبرز الكفاءات الطبية العالمية لعلاج المرضى في مملكة البحرين وإتاحت المجال أمام الكوادر الطبية البحرينية لاكتساب المزيد من الخبرات الطبية